السلام عليكم الإخوان والأخوات ومرحبا بكم في هذا الفيديو هذا الجديد الفيديو ديال اليوم غد نهضروه على جميع المشاكيل ديال الدفاية أو السطوفة أو السخانة اللي كتكون في القمرة ديال القيادة دابالبرد كلنا كنحتاجوا سخان عنا في السيارة ديالنا غنهضروه على المشاكيل دياله وعلى أي حاجة نتعلقها به واحد الأخ سولني واحد السؤال في التعليقات هاد السيد هذا المشكل اللي عنده هو سخان كيبقى يمكن خدام على طول على ما فهمت يعني من السؤال دياله ولكن هو ما ردش له البال قال لك يعني كان هنا في المغرب ما لقاوش له الحل كيكون في أوروبا يعني في اسبانيا ما لقاوش له الحل والحل لهاد المشكل فهو بسيط جدا إلا كنت كتشوفي يا أخويا وقمت بقى الفيديو إن شاء الله وغتعرف المشكل اللي عندك أول حاجة الإخوان لخصكم تعرفوها الأنواع ديالسخانات اللي كيينة في السيارة كيينة ديالسخان اللي كيينة في السيارة كيينة ديالسخان اللي كيينة داكي وكيينة سخان اللي هو عادي قديم أغلب السيارة من الفينات للفوق كلهم خارجين بالسخانات اللي كيكونوا يعني حاديثة ودكية أول حاجة بأوجالة نتعرفو على الطريقة ديال الآمل ديالسخان والأجزاء اللي كي تكون منهم أول حاجة كيتكون من رادياتور كيدوز فيه الماء كيكون خلف الطابلو تاني كيتكون من واحد الفرفارة تالت كيتكون من واحد الحساس ديال الحرارة ديال الماء واش سخون واش بارد الحاجة الرابعة واحد صمام هذا الصمام كيكون غير في السيارات اللي كتكون حديثة وكين سيارة قدام بيام ميرسيديس كيكون فيهم من التعينات هذا الصمام هذا كيتسمى هيتر فالف كونترول هذا الصمام هذا هو الرئيس ديال العصابة اللي كي ديالي هاد المشاكيل اللي غان هدروع ليهم دابا الشيء الاخر هو هاد المنظوم هاده كلها خاصة يدوز فيها الماء وهذا الماء اللي غيدوز فيها؟ مين غاديجي كيف ما كانوا هنعرفون الله المنظومة ديال التبريد اللي قتبرد لنا المحرك كين الحديثور كين القرعات الماء كين الترموستا وكين الحديثة هاده بعدها ذلك ديال الاشياء وكين الحساس ديال الحرارة ديال LEGGWAY او ديال المحرك وكين الحديثور يعني الهجولة اتب Leh sogar と red pulsar الرادياتور لا تكون لدي دفاية. وإذا لم تكن لدي التيرموسطى لا تكون لدي دفاية. الكثير من الناس ستطرح عليهم واحد السؤال في الذهن لهم. ستبقى و تسأله. هذه المنظومة تتخانف الداخلية للسيارة. ما لديها شقرعة بوحدها. ما لديها معادي مضربيني او ماء ديالها خاص. هذه المنظومة كيفما قلت لكم كالتغداء من المنظومة تبريد المحرك للسيارة. يعني تجبد الماء من الموتور للسيارة. الموتور للسيارة يتفعل مسخون لها المنظومة هادم اللي كتشعلها وكيواليدوس فيها المسخون والفرفارة تولي الدور وانت كتحتاج درجة ديال الحرد السخنة اللي بغيتيها وكتولي تستفد من السخونية. فليهذا كنوصيك ما تديرش الماء الروبيني للمنظومة تبريد المحرك دائما شري ماء مخصص او سائل ديال تبريد ديال المحرك ديال السيارة ديالك. دابا الاخوان غادي نقلبوا الكاميرا ديالنا وغادي ندوزو اللي مسقي باش نفهمكم بزاف ديال الامور ومزيان. ما ديال تتخانة الاخوان اللي هي السطوفة اللي هي السطوفة او الكليماتيزور في يجوش ديال الانواع. كاين بحال هادي اللي كتتعتابر دكية حديثة وكاين هاديك القديمة اللي كيكونوا فيها ذوك الرقاصات بحال هاكده. كتلقى فيه الحمر وكتلقى فيه الزرق او كتلقى فيه الحمر وكتلقى فيه البيض. البيض شنو كي يعني? كي يعني البارد. والحمر كي يعني السخونية. كتدوروها هاكده. الحمر يعني كيعطيك السخونية. كتدوروها كالبارد كيعطيك لكي تشغيل البرودة ولكن من الذي تريد أن تشغيل السخنة لا تشغيل على هذا الأول تأتي وتطلع الدرجة الحرارة أو تظهر الحمورية لكي تشغيل السخنة هذا هو الفرق ما بين الحديثة أو الدكية وما بين القديمة أول سؤال الذي يتطرح من الذي نخرج السيارة ونعمل السطوفة أو الدفاية لا تريد أن تعمل معي في الرمشة ومن العين حتى أنت تشغيل ثلاثة كولومتر أو أربعة كولومتر لكي تريد أن أعطيني بعض السخنة التي أريدها هنا المشكل هنا المشكل هو أنه لديك تيرموسطى محيدة هذه لديك تيرموسطى محيدة أو لديك تيرموسطى تبقى على الفتح يعني مكولة تبقى محلولة لما غير كايدور هذا هو البلان الأول السؤال الثاني لديك تيرموسطى راكبة في السيارة ومع ذلك من اللي كنخدم السطوفة أو الدفاية ما كتبغيش تخدم وما كتبغيش تعطيني البرودة ما كتبغيش تعطيني السخونية كي وليدوز عندي غير المبارد هنا فين غيكون عندي المشكل هنا يقدر يكون عندك مشكل وما يكونش عندك مشكل أول حاجة نهضروا على المشكل والثاني سوف ندوز للمشكل المشكل المشكل الأول إلا شفتي الدفاية ما تدوز لك لهو ما هم الحوائج اللي خاصك تفيري فيهم نقلب الكاميرا كل حاجة من اللي كتشعل الدفاية وكتولي خدامة وكيدوز لك غير لهو البارد أول حاجة اللي خصصك تفكر فيها قبل ما تمشي للمنظومة التسخان وولح تشي حاجة كتطلع الحرارة كتخليها كاملة هذه السخانة ودائما كتجي لهادو هذه الرقاصات اللي كيكونوا هنا هذا الحمر وهذا الزرق هذا الحمر ديال السخانة كتردو على أقصى درجة ديالو كتلقى فيه ثلاثة وكتلقى فيه الجوج وكتلقى فيه البريميرا وكتلقى فيه نيفر زيرو وكاين هذا البارد إلا كان عندك هاكدا وخضرتي السطوفة غير يدوزليك الهواء اللي كيكون بارد علاش حيث هادي كتتحكم في المستوى ديال الفتح كتفرق اللي هو البارد على اللي هو السخون من اللي كتديرها هاكا كتولي مغلوقة كتدوزليك غير اللي هو البارد والهو السخون كتولي ترميه كتحجبه بدرتليها هاكا كتدوزليك اللي هو يعني ما بارد ما سخون واحد شوية هاكدا كتولي الهواء كيكون دافي هاكدا زيرو لهاواء دافي ولا هواء سخون هاكا كتولي الهواء منتظام دافي هاكدا كتدوزليك الهواء اللي هو هاكدوزليك الهواء اللي هو حربعة الشيء هاكا كتولي عزلة الهواء البارد رغم protest ما يع нами هيا لديام وسيارة ونذكر قو vezes تضور لك غير الهواء السخون في القلب ديال السيارة عقلو على هاد المنظومة مزيان اما المشكل الاخر ما كيبغي يدوز لياله ولا اواله كنسمع الفرفارة كتضور ما كيدوز ليالهو دائما كتكد من هاد الفتحات هادو هانتو ما هيا هكذا كراني سديتها الى كتبلكم ديك الريشة الداخل هيا هكذا غادي نحلها هيا 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 كتل قبل داخل هكذا محلولة لهواء واللي يدخل عندي هكذا محلولة هكذا هكذا مسدودة قصية ت mockingالة هيا الى كامل Waters هنا نفس الشيء هكذا محلولة هكذا زيروا مسدودة هنا نفس الشيء هكذا يعنى محلولة هكذا زيروا مسدودة و هادو اللي كيكونون عندي هنا يالور نفس الشيء كتكون عندي بحال هادي و كيكونوا عندي بحال هادو دائما خاص كتكد من هادالاشياء كيف تدوز الهواء اللي كيكون دافئ او استوفاءك تكون عندك خدامك تتعطيك الريح اللي هو سخون اما السؤال الاخر هاد الشي هاده كامل اللي هضرت عليه رح عندي مريقل وخدام ومع ذلك عندي الهواء الساخن مكاين شكاين غير الهواء البارد فقط المشكل فين غاد يكون عندي المشكل هنا يقدر يكون عندك في جديد الاشياء اول مشكل غير يكون عندك في الرادياتور ديال السخانة ديال الكليماتيزور الداخل كيكون مسدود تاني حاجة يقدروا يكونوا انهم مديزاكتيفين هادك السخان يعني ما كيدخلش عندك الماء اللي كيكون سخون باش يولي يدخل لك الريح سخون والمشكل الآخر دائما كيكون في السيارات الحديثة فهذاك سمام ديال تحكم تدفئة ديال السيارة او في تحكم ديال الدخول ديال الماء الساخن في السيارة اما السؤال اللي كيجي بعده انا كنخدم سطوفة وعندي سطوفة خدامة كتعطيني سخونية ولكن عند السائق كينا سخونية وعندي الراكيب اللي في الجهة الاخرى ما كيناش سخونية او انا السائق عندي سخونية واللي في الخلف ديالي عنده سخونية ولكن هاد الناس اللي اعلى ما عندهم سخونية او الاكسو صحيح هنا المشكل فين غادي يكون هنا المشكل غا يكون عندك في جوج ديال الحواج مشكلة الاخوان هو فين كيكون من لي كيوالي يخدم لك النصف هذا سخون او النصف هذا سخون وهذا بارد فين دائما عليش تركز دائما تركز على هاد الفتحات هاد الفتحات الى كانوا مسدودين وهاد محلولين وهدوك محلولين ستوضي السخونة الغير هنا كانوا هادوه مسدودين وهادوه مسدودين وهادو مسدودين وهاد مفتوحة وهاد مفتوحة ستوضي السخونة غير عندك لانت او هلا كانوا هادو محلولين وهادو محلولين والنالور محلولين فين يكون عندي المشكل عندي السخانة غير أنا السائق والأخفة في الخلف ديالي وهد الجهة كلها باردة او العكسه صحيح هنا المشكل فين غيكون غيكون عندك هن الداخل فهداك الراديةاتور ديال السطوفة الراديةاتور ديال السطوفة فهو كيكون قد هكذا على هاد الشكل وموره فرفارة وهدىك الراديةاتور كيضور فيه الماء إذن نصف الرضيع يفعل فيه الماء وهو سخون و النصف الرضيع يفعل ما يفعل فيه الماء وهو سخون وتطوير الفرفارة و يخرج برد و تحديق البلان الأخر نصف الرضيع من هنا يفتوح يعني يجبع سخون ثم نصف الرضيع من هنا يفعل ازيوت والأوساخ وصرق الزيت والقطن والغبرة الزنقاء وهذا الشجر وإلى أخيره يعني هنا شنو خصني ندير نحيد الردياتور ننقيه وغايتفك من عندي المشكلة إن شاء الله وما غيبقاش عندي المشكلة نهائيا أما الجواب على السؤال اللي طرحوا عليها سيد وغان أعطيك أخويا الحل دياله إن شاء الله وإن شاء الله الرحمن الرحيم غايتفك هذه المشكلة هذا وما غاديش تبقى تعاني منه وركز عليه مزيان أول حاجة قلتي لي يا أخويا عندك سخونية في الصيف كتطلع عندك كتر من القانون يعني السخان اللي فهمت أنا من السؤال كيبقى خدم ولكن ترىك معايقش به وإن تكون غايتخدم الكليماتيزور هذا السخان غايتفرد لي غايتفردك لهوا ديال الكليماتيزور وغايتفرده يدخل عندك لهوا اللي هو سخون قلتك كيطلع عندك غير من واحد الجيهة الجيهة الأخرى لا هاد السؤال جاوبتك عليه قبيلة غايتفردك دابع المشكلة فين كيكون عندك نقلبه الكاميرا هو تركز وتعقل على هذه البطنة هذه أو هذه الضوارة هذه تفهمنا هذه الضوارة هذه إليك رأيك يكون فيها واحد السلك وفيها واحد البوابة إلا كانت هذه الضوارة هذه مكوانسية يعني كالدور في الخاوي رأي هذه هي اللي كتدير لك المشكل يعني رأي مكوانسية على هذا البلان وكتخلي دائما الهواء السخون حتى ديال خارج القيادة كي يدخل لك وكيف ما كان عرفه دائما الرادياتوري إلا كانت عندك منظومة ديالتسخان ديال السيارة اللي هي قديمة دائما الرادياتور كي يسير كيلي فيه الماء الرادياتور ديال السطوفة دائما كي يدور فيه الماء ومع هدك لها ولا غي ضرب فيه من الفرفارة أو اللي هو اللي كتشفضه الطموبيلة من على برة غي يدخلك من هات الجيهة ومن هات الجيهة ومن هنهن عند الرجلين اللي هو اللي هو سخون وغا تولي تعاني منه سير بالدل السلك ديال هادي كانت عندك هادي ناضية غا نولي دابا نحل الكابو وغا نوريك المشكل فين كاين عندك ولكن قبل ما نمشي يولي الكابو هو أول حاجة اللي خاصتك تعرفها يا إما المشكل في هادي يا إما عندك المشكل في هادي هادي عندك ما كتخدمش يعني عندك هادي ما خدامش إلا كانت عندك يعني ديال الزون بحالك عندك البطونات أو السنسور ديال السخانة عندك فيه المشكل وكيبقى معلق على المنظومة ديال السخان وكتولي الفرفارة عندك كالدور وانت ما عايقش بها تفهمنا ما كتبقاش عايق بها وكتدوز لك الهواء اللي كيكون سخون أما المشكل الآخر واللي غا تكون غالبا كتعاني منه ها هو نحل الكابو وغا نمشي وان شاء الله للكابو وغا نوريوك المشكل فين كاي المشكلة خاي العزيز ها فين غا ديكون عندك غايكون عندك هنا هاي كتشتي هادلي فالف هادو اللي مكسبة فيهم بوش ها هو واحدة تيو ها هو جاي ها هو من الهناية واحدة تيو راه هو خارج هاد المنظومة هادةanas تكون في المرسديس تكون في البيام تكون في التواريك تكون في الولكسواجن بصفه عام في السيارة الفرنسية و في السيارة الأمريكية سيكون السيارة الألمانية و خقديمة يأتي فيهم هذا النظام هذا النظام يسمى هذا يسمى هاتر فالف كنترول هاتر فالف كنترول في وحد الوقت أنت لا تحتاج أن تعمل سخان هاتر فالف كنترول سيكون السخون لا يدور على النار في الرادياتور تدفئة الداخل ولكن بعض المرات يكون هناك مشكلة يعمل بـ 12 فولت و يكون لديه واحد السنسور للداخل لكي تحتاج السخون تفتح بوحد الدرجات مؤيانة 10% 5% 15% 30% 40% 50% 100% لكي يدعوز الماء الساخن و يعطيك تدفئة الصيارة انتظر كيف هي المشكلة اللي سيكون عندك اما المشكلة الأول التي تضرنا عليه اما هذا المشكلة عندك هذا وعالقين مفتوحين و يدعوز لك الماء السخون في المنظومة تبريد الداخل في الصيارة و يبقى دائما عندك لهواء الساخن ولا في الصيف ولا في البرد هاته هم المعلومات اللي أعطيت لكم الأخوان وصلنا نهاية الفيديو بارتاجي الفيديو مع الناس اللي ما عارفينش والله يأونكم حتى الجي فيديو جاي ان شاء الله